اشتركوا في القناة الممبرينز دي بتبقى عادة تفرميبال يعني معناها ان هي بتخلي في مجموعة من الحاجات بعض الحاجات يعني بتقدر تخش وتطلع زي ما هي عايزة مفيش اي مشكلة فيها خالص يعني كان بس فريلي ثروت يعني عاك انها زي ما كنا بنتكلف المحاضرة اللي فاتت على الديفيوجن بتكلم ان هي باسيكلي تقدر ان هي المواد دي تطلع تتحرك من اليمين للشمال او مش تمال اليمين زي ما هي عايزة مفيش اي مشكلة خالصة لكنها مش موجودة خالص بعض الممبرينز بتبقى حاجة اسمها سيما بيرميبال سيما بيرميبال معناها ان هي بتسمح ببعض الحاجات وحاجات تانية لأ يعني في بعض المواد ده تتبنتريت وترى تتعدي فريلي من وان سايد واناثر والحاجات التانية لأ ما بتبقاش كده بتبقى في بلوكينج على المواد دي انها تتعدي ما ينفعش انها تتعدي المادة اللي هي بتعدي من خلال الممبرينز بسميها بيرميينت الأشكال الممبرينز نفسها ممكن بتاخد أشكال مختلفة منها حاجة بسميها ستريت بور ستريت بورز دي بتبقى عبارة عن حاجة كده كده دي برضو بتعدي برضو حاجات معينة وحاجات تانية لأ لو مفيش بورز خالص في بعض الأحيان بيكون البنتريشن بتاع الخلال الكيميكال يعني معناها ان انا ممكن الحاجة بتاع تدوب جوة الممبرينز وبعد كده تطلع ناحية تانية اول حاجة برضو لونه أبيض نفس الكلام ممكن تدوب في الممبرينز وتعدي ناحية تانية طبعا دي بتتطلب ان المواد بتاعتي تبقى يعني ممكن هي تبقى ديزولفد في الممبرينز فدي طبعا ممكن تبقى واحدة من أنواع السيما بيرميبرينز اللي انا بشوفها لو بتكلم على الووتر موشن يعني الحاجة مثلا زي كده بسمي الووتر موشن دي بلق فلو لو بتكلم على الصوليوت موشن بكلم على ريندم ووك، ريندم ووك يعني ديفيوجن يعني دبرونيان موشن ناحنا كنا نتكلم عليها من شوية فباسيكلي الحاجة اللي ما تبقى مور لايكي الليها تحصل بتبقى إفكتيف ديفيوجن سوبرспوز على بلق فلو لو بتكلم بقى على المواد اللي هي ما بتعديش يبتلنيتكلم على نحن نسميها لأوزماتيك براشر عشان اتخيل الأوزماتيك براشر ده اكتر شوية هتخيل ابتدي من الاول خالص بتاع الموضوع ده من اول الجاس لو اوكي الجاس لو اللي احنا كنا متعودين عليه واخدناها في الكيمستري بنكلم على pv بتسوي nRT اوكي دي كانت هي عبارة على number of moles لو احنا حبينا نحطها in terms of number of molecules عشان تبقى يعني ممكن احنا نقرب ها للحاجات اللي هي فيها مثلا وحاجات زي كده بنتكلم على ان احنا بنضرف مهم في الاخر بلايخد الR دي وفي الاخر تبقى KB بدل الR يعني يبقى ان capital دي هي number of molecules بدل number of moles والKB هي عبارة عن الايه؟ هي عبارة عن البولتسمان constant بتاعنا اوكي؟ هم اللي تين equivalent البعض مفيش اي اختلاف فيهم خالص طب احنا عارفين الconcentration لو احنا عندنا two compartments او عندنا مسألة معين بيبقى الconcentration بتاعي بيبقى number of molecules على الايه؟ على الفوليوم اوكي؟ ممكن نكلم على c small هي number of moles على الفوليوم بس دي مش يعني نحنا نستعملها غالبا نستعمل الconcentration ده اكتر من 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 الـ من الـ c1 دي هي المور كومن عن c1 لو حبينا بقى نبتدي نعمل موضل للـ osmotic pressure هتخلني فيها عندي عندي volume كبير V star اللي هو عبارة عن مجموع الاتنين دول متقسم ل two sub volumes V1 او V و V dash وفي عندي هنا n1 وهنا n1 dash وفي عندي هنا capital c1 وهنا capital c1 dash اوكي اللي هو concentration بتاعي وهتخلني فيه partial pressure بتاعي partial pressure بتاع الجزء اللي هو بتاع related concentration الموجود هنا ده small p1 وهنا small p1 dash اوكي فالpressure يعني يعني basically لو انا بتكلم على ان partition دوت permeable او semi permeable يعني بيسمح ان الحاجات الـ concentration بتاعها c1 هنا أو c1 dash هنا تعدي من هنا هنا ومن هنا هنا يبقى لازم pressure بتاعي يفضل تثابت في الاثنين لان هما الاثنين بيبقوا freely moving هنا يعني في الاخر الـ end up ان c1 هنا هي نفسها c1 هنا فنلاقي number of molecules نتيجة c1 هنا c1 بتساوي c1 dash يبقى معنى كده p1 بتساوي p1 dash بيتساوي c1 في kb في t اوكي احنا اجبنا دي منين نتيجة اللي احنا عندنا ازا ما احنا كنا شوفنا مرة الفات كان pv بتساوي n rt فانا اخدت v وديتها نحية التانية واسمت ال-n عليها فبقت c فبقى p بتساوي c في kb في t اوكي فلو انا عندي في حرية حركة بين الاثنين دول يبقى معنى كده بيتساوي p1 dash وهكذا طيب دلوقتي لو حصل ان في عندنا second species يعني في عندنا اا يعي نوع تانى من انواع ال-particles موجود بس النوع ده مش موجود في ناحية التانية موجود في ناحية واحدة بس يعني في عندي هنا c2 هنا مفيش عندي c2 dash مفيش موجودة اصلا في نتيجة c2 دي عندي n2 وعندي p2 نفس الفوليوم هو هو واحد يبقى معنى كده total pressure بتاعي هنا هيساوي كم؟ هيساوي p1 زاد p2 p1 ده اللي هو عبارة عن c1 في kbf t والp2 ده عبارة عن c2 في kbf t اوكي هل في عندنا هنا c2 مفيش عندنا هنا c2 ده مجموعة مجموعة two pressures p1 مجموعة للحاجة اللي هي permeable او هي بتسمح لها انها تعدي من خلال الممبرين دوت pressure بقى اللي هو اضافي اللي هو p2 ده اللي هو مقابل للسبيشيز المتدرش تعدي اللي كانت pass through ده اللي بسميه the osmotic pressure فالosmotic pressure كdefinition كformal definition بقى هو عبارة عن total partial pressure for all species that cannot pass through the membrane we were denoted دايما بPi اوكي فالPi pi2 بتساوي c2 في kbf t اوكي بتكلم هنا تخلي بالنا ان هي all species او عندي مثلا كذا نوع من انواع particles الموجودة وكلها ما بتعديش بجمع total pressure بتاعها هو ده ال osmotic pressure بتاعي ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا ان احنا عندنا pressure at any compartment هو عبارة عن مجموحة كتين driving pressure زي ال osmotic pressure driving pressure ده هو عبارة عن pressure اللي هو نقدر ما نعالين هو بتاع كل السوليوت اللي هي permeable بالنسبة للميمبريد اللي هو موجود جنب ال compartment ده اوكي فاكلم عن Pd ده Pd زياد Pd اللي هي بتاعة الحاجة اللي ممكن permeable بالنسبة للميمبريد والPd مجموحة اللي هي بتاعة ال species اللي مش مسموح لها انها تعدي لو في عندي difference between two compartments في ال Pd هيحصل flow يعني يحصل net flow سواء كان diffusion سواء كان bulk flow بس في الاخر يحصل flow لو في فرق في ال pi مش يحصل اي حاجة خالص ما فيش اي حاجة تحصل لان باسيكلي الفرق ده يعني جاي نتيجة ل species ما لهاش اصلا انها تعدي من الميمبريد ده اوكي فالكونكلوشن هنا انه there is no flow if the driving pressure is the same between the two sides of the membrane اوكي لو الosmotic pressure is not the same ما يحصلش برده still flow هناخد بقى clinical example عشان يفهمنا الكلام ده بشكل واضح جدا 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 هتكلم على capillary model بتكلم دلوقتي على capillary اللي هو بتكلم على حاجة لها في اخر vascular tree خالص اللي هي يعني اخر arterial side واول venus side اوكي فبتخالي انا هنا عندي capillary نفسه في pressure اللي هو internal pressure اللي هو osmotic pressure اللي موجود جوا اه اه total pressure بتاعه pi اللي هو internal او inside اوكي outside بتاعه اللي هو extra cellular space بتاعي هيبقى pi outside اللي هو total pressure pi outside هيبقى في عندي driving pressure اللي جوا pdi واللي بره pdo يعني outside برضه والosmotic pressure بتاعي اللي جوا pi i والoutside pi o كل الكلام ده inside فpi بتساوي pi i و pi outside بتساوي pdo زاد pi o اوكي دلوقتي ده driving pressure اللي هو مقابل للspecies اللي مسموح لها انها تعدي من خلال الممبرين دوت لو في فرق في الpressure between pdi و pdo هيحصل لو ما فيش فرق في الاثنين دول مش هيحصل اي فلو خالص طيب لو احنا جينا بقى اسنا الpressure اللي موجودة جوا ال capillary ده along capillary يعني ده ال arterial side هنا اهو وده ال venus side هنا اهو كويس فده ال arterial side هنا وده ال venus side اوكي لو انا رسمت ال pdi اوكي لان انا مقدرش هيس ال pdo اكشو هو ال pi o pi i ده مقدرش هيسه الحقيقة بقيس ان هو الفرق بين ده وبين ده فلو رسمت ال pdi بتاعي ورسمت ال pi اللي هو التوتال يعني ال osmotic pressure بتاعي اللي هو اللي موجودة عندي جوا ال capillary بيبقى حوالي 28 تور اوكي فده الوضع الطبيعي بتاعي ان انا ببتدي من pressure هنا يعني حاجة معينة وبانزل بعد كده ده بيبقى ايه بيبقى ايه بيبضل ينزل كل بيبقى بيتحرك من ال arterial ال venus side لو ما كانش فيه نزول دوت لو ما كانش فيه الدلتا دي بمش هيحصل ال osmotic pressure حوالي خمسة تور ولقى ال p outside لازم يبقى حاجة ثابتة بالشكل ده ال pressure بيسيكلي موجود في ال extra cellular space لازم يبقى ثابت عشان ما بيحصلش فيه في ال extra cellular space ال pdo نفس الكلام نتيجة ان هي الفرق بين ده وين ده هيطلع حاجة برضو ثابتة مشى بالشكل ده لو انا رسمت بقى العلاقة بين ال pdi و pdo رسمتهم لوحدهم تحت هنا كده علشان نشوف ايه اللي هيحصل هلاقي ان عندي ال pdi في نص السايكل الاولاني او في نص ال capillary ده يعني لغاية هنا كده بيبقى عندي ال pdi اكبر من pdo فنتيجة اللي كده يحصل ايه ال pressure اللي هنا اعلى من هنا فيحصل flow من هنا لهنا في النص التاني بقى اللي هو الجزء اللي هنا ده هلاقي العكس هلاقي ان ال pressure اللي هو pdo اعلى من ال pdi يبقى معنى كده ان في النص التاني بيحصل flow العكس بقى بيحصل flow من هنا لهنا من outside لل inside اوكي لو انا بصيت على curve اللي هنا ده هلاقي عندي ان في الاحوال الطبيعية الحجم بتاع أو area under the curve هنا هي نفس area under the curve هنا معنى كده ايه؟ معنى كده ان في نص المسافة او في نص المسافة هنا بيخش كمية من المية او كمية من الحاجات من inside لل outside وفي النص التاني الكمية مقابلة تمامة بتخش من outside لل inside اوكي فمعنى كده ان في الاخر كمية ال blood مش هتتغير ولا الحجم بتاع التيشو او هيتغير فمعنى كده ان طالما الجزء ده هو مقابل الجزء ده مظبوط يبقى معنى كده ان هما يعني هما الاتنين هيفضلوا قد بعض ومش يحصل اي مشكلة هيبقى ال steady state بتاعين ده حجمه زي ما هو في بعض الحالات المرضية ممكن نلاقي فيها اختلافات عن كده هنشوفها واحدة واحدة كده وحاجة كويسة جدا نحن نفهم العلاقات بدلالة ال osmotic pressure ودلالة ال driving pressure عشان نفهم ايه اللي هيحصل بالظبط نفكر تاني ان احنا عندنا لما يكون في فرق في ال osmotic pressure ما بيحصل ليش flow لما يكون في فرق في ال driving pressure اللي هو pressure بتاع ال components اللي هي مسموح لها انها تعدي من خلال ممبرين لا ساعتها يحصل flow طيب حالات الايديمة بقى ممكن تحصل ازاي لو فرضا انا عندي حالة والايديمة دي كدفنيشن يعني عشان نبقى كلنا برضو اللي مش عارف الدفنيشن بتاعها هو abnormal collection of fluid inside the tissues يعني يبتدي الاكسراسيرير space ده او الاكسراسيرير fluid يبتدي يبقى حجمه اكبر فممكن اتخيل اللي هيحصل ايه يعني الوضع الطبيعي هو الوضع اللي هو ال outward flow بيساوي inward flow بالظبط طيب لو فرضا الخط اللي هو اللي احنا كنا رسمينه بتاع ال PDI دوت فرضا كان اعلى شوية ايه اللي هيحصل هلاقي عندي ان الجزء بتاع المثلث اللي فوق ده بقى اكبر بكتير قوي من المثلث الصغير اللي تحت فنتيجة الكده ايه ال outward flow يعني ال flow اللي جايلي من من ال capillary خش الاكسراسيرير space هيبقى اكتر من اللي جاي من الاكسراسيرير space داخل ال capillary فمعنى كده هيبقى فيه net flow في كل سايكل اوكي من ال blood side لل اكسراسيرير space فيحصل نتيجة كده اديمة ويحصل يعني تورم للمكان اللي هو فيه الموضوع ده بيحصل حاجة تانية ممكن تحصل برضو انه ممكن ال PDI نفسه اللي هو ال driving pressure اللي موجود داخل ال external space ممكن يبقى قلي ممكن ده يبقى طبيعي هنا كده اللي هو الكيرف الطبيعي بتاع ال PDI بس ممكن ال PDI ممكن يبقى هو ونفس الحكاية بالضبط يلاقي المثلث الكبير ده اللي هو اللي هنا ده المثلث بتاعي اللي هو هنا ده كده بقى اكبر بكتير قوي من المثلث الصغير اللي تحت ده فنتيجة الكده هيحصل لي ايه هيحصل لي net flow من ال inside ال outside طبعا ممكن يحصلوا ال 2 مع بعض بس خلينا نبص على الحالات محددة بقى بيحصل فيها الكلام لو حصل مثلا heart failure heart failure واحدة من الحاجات اللي بتحصل فيه لو احنا بنتكلم مثلا عن right heart failure بتكلم على ان بيحصل ساعات swelling of lads يعني رجلين بتورم شوية دي بتحصل ليه بقى بتحصل ان احنا نتيجة ان انا عندي في الكيرف بتاعي هنا لو هي right heart يبقى معنى كده ان right heart ده مش بيبقى الجزء هو بتاع الفينوس بشكل efficient فبيحصل ان هو بي accumulate في الجزء بتاع الفينوس side بي accumulate blood جواه ما بيبقاش لسه ضخ ما بيبقاش لسه pump في الايه في ال في ال يعني في ال cycle بتاعت هو ال cardiac cycle علشان 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 يكمل بعد كده يروح يحصل ال oxygenation في ال lungs وبعد كده يرجع تاني لل left side ويبتلي بعد كده يبقى يروح الأورت عشان يروح الجسم كله فبنلاقي نتيجة لكده ان الجزء بتاع الفينوس side هنا اللي هو الفينوس من من هلاقي بقى اعلى شوية ينتج نتيجة كده ان total pressure بتاعي بقى اعلى شوية في الفينوس لان انا عندي طبعا فيها accumulation في ال right side ومعنى كده لما بيجى ضخ الدم في الفينوس side هلاقي مقاومة في القلب عشان يعني نتيجة الوجود الدم بالتاني ده جوه فمعنى كده ان total pressure بتاعي في الفينوس ده كله هيعلم لو ده عالي بالشكل ده كده ونفس ال osmotic pressure هو واحد ما تغيرش هلاقي معنى كده ان ال pdi بتاعي هيبتدي يبقى اعلى يبتدي يبقى هو في الاول خالص اللي هو arterial pressure هو ثابت زي ما هو بس ال venous side بتاعه هيبقى اعلى لو جينا رسمنا الكلام ده بقى على على الكيرف بتاعنا هنا ده كده هلاقي ان انا عندي النقطة الاولينية دي ثابتة زي ما هي بس الكيرف بتاعي يبقى هنا اعلى نتيجة لكده فمعنى كده بقى المثلس اللي فيه outward flow هنا بقى اكبر من المثلس فيه inward flow فيحصل لي نتيجة لكده ايه outward net outward accumulation من من الفلويد فيحصل نتيجة لكده تورم في الايه تورم في التيشوز نتيجة للايه لل imbalance اللي حصل لي هنا ده طيب لو حصل لي في الناحية التانية بقى left heart failure left heart failure بيحصل العكس بقى ممكن نتيجة لكده يحصل لي ان انا عندي ال pressure برضو اللي هو بتاع يعني ال pressure اللي هو جايلي من هنا دوت اللي هو ال arterial side ده ممكن يبقى قل شوية اوكي وده برضو ممكن يعملي نفس المشكلة ممكن يعملي مشكلة مشابهة لللي كانت بتحصل برضو في الحلقة ففي الاخر الحالتين دول ممكن نتكلم عليه انه هو في عندي rising venus pressure اوكي فلو عندي rising venus pressure عموما هلاقي نتيجة لكده ان زي ما بقول كده المثلث ده والمثلث ده مش هيبقى بالانست هيبقى فيه هنا فارق في الاتنين دول في نتيجة يحصل نتيجة كده اديمة في الايه في الايه او تظهر لنا بقى ان في عندنا بعض ال organs يحصل فيها تورم لو احنا بنتكلم بقى على حالة تانية زي مثلا النفراتيك سندروم او ال liver disease او ال ascitis اللي بيحصل هنا بقى حاجة مختلفة شوية ان بيحصل هنا ان بيبقى في عندنا المرض نفسه اللي عندنا ده بيحصل نتيجة ليه حاجة اسمها lower protein in blood يعني البروتين بتاع البلد بيقل طبعا البروتين ده واحد من المكونات المهمة جدا 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 اللي ما بتعديش من خلال ال cell membrane او من خلال ال capillar membrane فمعنى كده هي واحدة من الحاجات اللي بتعملي ال osmotic pressure فمعنى كده رغم ان عندي ال pressure بتاعي total ده زي ما هو بالضبط ما حصل لهش تغيير هو نفس الكيرف وهو واحد اللي ان ال osmotic pressure ده اوكي ده اللي تغير ده بقى اللون الحاجة اللي لونها يعني هنا اللونها مختلف شوية هنا لونها احمر هنا كده اوكي فبلا لما كانت ال driving pressure بتاعي كان هنا لا بقى عالي كله بقى بالمنظر ده هنا كده فمعنى كده نتيجة لكده ان انا عندي لو رسمت الكيرف بتاعي برضو اللي هيحصل في ال exchange اللي بين ال capillary وبين ال extra cellular space هلاقي ان الكيرف بتاعي هنا عالي فنفس الكلام اللي كنت بقول عليه بالضبط هلاقي عندي برضو ان فيه imbalance between the outward flow وال inward flow فنتيجة لكده هيحصل لي برضو accumulation للايه لل fluids في ال extra cellular space اوكي فالكلام ده ممكن يحصل من كزا حاجة يعني كزا مرة ممكن يعملي الموضوع ده انه ممكن يبقى نيفرود اللي موجودة في الكيدنيز بتاع التليق بروتينز او ممكن يبقى فيه liver malfunction بيخلي يعني البروتينز اللي موجودة في الدم ما بتبقاش بالconcentration الطبيعي بتاعها او ممكن يحصل حاجة اسمها ascitis ودي بتعمل بلوكينج للفينز في الليفر فمعنى كده برضو بتسبب برضو ان احنا بنقلل البروتينز اللي في الدم ودي يكون لها بكل الكونديشن ده بنسميها hypoproteinemia برضو الكلام ده ممكن يحصل ايديمة ممكن تحصل كinflammatory action مثلا لما بتكلم على واحد مثلا ممكن يكون اتعرض لاصابة مثلا في مكان معين في جسمه فالحقيقة اللي بيحصل لما بيحصل اصابة بيحصل ثلاثة reactions معروفين جدا حاجة اسمها vasodilation يعني vasodilation ده اللي هو بتكلم على ان البلاد فاسلز اللي موجودة في المكان ده تبتدي تتسعة يعني يعني يبتدي القطر بتاعي يبتدي يكبر بيحصل حاجة اسمها fluid exudation يعني بتدي البلازما اللي موجودة يبتدي الممبرين بتاع بتاع البلود فاسلز دي يسمح لبعض المكونات الكبيرة اللي موجودة في البلود انها تخرج برا في الاكسرسللر سبيس دي هدفها الحقيقة الوجودة بتاع fluid exudation ده بيحصل النتيجة لان الجسم بيحاول يخلي بقى الاجزاء بتاعة المقاومة العدوى بتاعته زي مثلا والميكروفيجس والحاجات دي كلها تحول ان هي تطلع برا علشان تاكل او عشان تبتدي تأتاك الايه تأتاك لو في اي فيروسز او اي حاجة يعني بتحاول تعمل في المكان ده نفسه فهو عشان كده بيطلع مع الحاجات زي الوائد بيسيز والحاجات دي بيطلع معها بعض البروتينز جمان اوكي وبعد كده في جزء اللي كنت بكلم عليه ده ان هو بيبقى في بعض زي ما كنت بقول كده ان في عندي يعني السلز اللي هي مسؤولة عن حماية الجسم اللي هي بتاعت المناعة تبتدي ان هي برضو تحاول تأتاك الجزء اللي فيه اوكي فاللي بيحصل نتيجة لكده نفس الحاجة اللي كنت بكلم عليها بالظبط بس هنا بقى الاختلاف يعني ان انا عندي دلوقتي بقى فيه الاسموتك برشور بتاعي اوزموتك برشور بتاعي جوه في نتيجة بقى ان احنا عملنا مائجريشن لبعض البارتكالز ما بتعديش جوه من خلال الممبرين بقى في عندي بروتينات اكتر شوية بقى في عندي سلز ما بتعديش برضو اللي هي الوايت بيسيز والحاجات المفروض انها بتعديش فمعنى كده الاسموتك برشور اللي موجود عندي هنا في الاسموتك برشور اللي هيبتدي تغير يبتدي بقى اكبر اوكي فلما بتدي بقى اكبر اللي هيحصل ان الرايفينج برشور بتاع بتاع الاسموتك بتاع الكابيلاري تبتدي تبقى اقل فمعنى كده دي الحالة بقى اللي فيها الدنيا في الجزء بتاع الانسايد كلها زي ما هي مظبوطة بس الجزء بتاع الاوتسايد بقى البيدي او هو اللي فنتيجة كده برده هنلاقي ان فيه الاوتسايد والانسايد فمعنى كده نتيجة كده بيحصل برده نت اوتورد فلو واحدة برده من الابليكيشن اللطيفة جدا في الموضوع ده الموضوع بتاع ليه بيحصل هيدكس في الريناد دياليسيز الحقيقة في عندنا في البرين حاجة اسمها او بلوت براين باريير ده الحقيقة بيبقى مختلف عن اي حتة تانية في الجسم فمن الحاجات اللي هو فيها حاجة كاركتريستيك ليه هو ان له واحدة من الحاجات اللي احنا بنشلها في الدياليسيز هي ريورية بس النقطة ان احنا بنتكلم على ان يعني الريورية دي مفروض ان هي بتعدي من خلال الممبرين بس في الجزء بتاع الكابيري الممبرين باريير هي بتعدي بس ب يعني بتاخد وقت اطول بكتير عشان تعدي او الريب بتاع ان هي هي تتحرك من هنا الهنا بيبقى اقلب كتير جدا من اي مكان تاني في الجسم طبعا احنا لما بنشد اليورية او بنحاول نشيل اليورية من جسم الانسان زي ما نشوف بعد كده بتفاصيل في الريال احنا فعلا بناخد يعني اليورية دي اللي موجودة في الدم اللي موجودة في البلازما اوكي وهي نفسها بتشد بعد كده اليورية اللي موجودة في اليورية اللي موجودة في ففعليا احنا بناخد اليورية دي مش بس ان ناخدها من الدم لا احنا نشدها من الجسم كله فالنقطة لو احنا بنتكلم على ان احنا قللنا بصرعة قوي البلازما يورية يعني شدينا بصرعة قوي يعني كان الريت بتاع الريموفل او كليرانس بتاع اليورية من الدم كان عالي فاللي بيحصل ان احنا في لحظة معينة بيكون اليورية ده بيبقى موجود الكنسنتريشن بتاعه اكتر في المخ عن الجزء بتاع الكابيلرز اللي هي اتاتشت بيه وبيحصل ساعتها ان البلازما يورية دوت بيكريات حاجة زي اوزموتك براشر كده اوكي تيمبراي اوزموتك براشر انسايد ده برين لان هو مش قادر يعدي بنفس الريت اللي هو حاصل بين الريت بتاع الريموفل بتاع الريورية والريموفل بتاع اليورية فى الدم we وفى المخ دوت بيخلي اكل الريورية مهواش اوكي من الاستراز ginger اوزموتك براشر يعني اقسر اوزموتك براشر جول البرين بيبقى عالى لايحصل نتيجة كده ان الووتر بيفلاو ان تو برين يعنى يعنى ديمن يعنى بتدي بقى نحنا نتيجة ان في عندنا اليورية مش قادر اعدي ففعلية المايا تقدر التعدي. اوكي. لو احنا عندنا فرق بين المخ وبين الكابيلاريز. اوكي. المية بقى تحاول ننتيجة انها بتحاول انها تعدي من الكابيلاريز تروح للمخ علشان تحاول تخلي في الاخر كونسنتريشن هنا وهنا زي بعض. فاللي بيحصل لما انا بقى اعمل الكلام ده. لما الكلام ده بيحصل بيبقى الوتر فلو اللي موجود جول برين ده بيعمل هدك. وبيعمل حاجة اسمها السوريبر الايديمام. يعني بيحاول يعمل كده تورن في المخ كده. وده بيعمل حقيقة يعني صداع جامل جدا جدا. فعشان كده احنا بنتكلم على ان الناس اللي بتشتغل في الريدال دياليسيز. مفروض ان هي متعليش الريد بتاع الريموفل بتاع بتاع الميتابولايز. علشان ما يحصلش للعيانين دول هدك ما يحصل لهمش برين اديما. طبعا البرين اديما ده نفسه ممكن هو يكون بيحصل لديك الحادثة. فباسيك لو احنا عاوزين ان احنا نخلي البرين اديما ده يبقى احسن. بنحاول نحقن حاجة. انتو او يوريا. او يوريا نفسها ممكن تتحين بس اما لو في الريدال دياليسيز مان هاش معنى ان احنا نحن يوريا بنحن الاقار ده اللي هو المانيتول. اوكي. وده الحقيقة بيعمل لي اسموتيك بريشر مقابل للاسموتيك بريشر اللي كان موجود. فما بيحصلش نتفلو. اوكي. ده لما بنحطه مثلا في الكابيلاري سايد ده بياخد بقى بيسحب مياه من المخة علشان يدخلها كابيلاري فبيقلل الايه؟ بيقلل البرين اديما. اوكي. فده ممكن يستعمل كاميرجنسي تريتمينت فور سريبرال اديما. اوكي. انما في الريدال دياليسيز الحل بتاعها مش ان احنا نحاجة. الحل بتاعها ان احنا ايه؟ نقلل الريد بتاع البلازما يوريا ريموفر. واحدة من البردو الحاجات اللي ممكن نفهمها بدلالة الجزء بتاع الاسموتك براشر ده حاجة من يسميها اسموتك داوريسيز. الواقع في اليورينيسيسيستم بتاعنا عادة اللي النفرون بياخد مياه جزء كبير من المياه اللي موجوده في الدم. وجزء كبير من الميتابولايدس اللي موجوده في الدم. وبتدي بعد كده يصفيها شوية بشوية طول ما هماشي ده لما في الاخر يوصل ان هو يطلع اليورين بكونسنترشن اعلى بكثير جدا من اللي هو اخده في الاول. فالكلام ده بيحصل نتيجة لحاجة اسمها ري أبسوربشن نت ري أبسوربشن ده بيمتصم most of the water and يعني ممكن يبقى ياخد variable amount of solutes اوكي المشكلة بتحصل فين بقى ان ممكن بعض المواد زي medium weight molecules زي بردو زي ما كنا بنكلم عن منيتول او الجلوكوز او الحقيقات دي كلها الحقيقة not reabsorbed at all يعني ما تقدرش انك انت لو هي once انها دخلت جوه في النفرونس دي لازم تطلع على طول في اليورين ما تقدرش نحن نعملها ري أبسوربشن النقطة انها دي بقى بتعمل creation net osmotic pressure لو ما كانش في عندي في الناحية التانية حاجة مقابلة لي في البلد هيحصل نتيجة لكده ان في جزء كبير من الماء هتبقى retain دي بمعنى كده هنزود حجم اليورين نزود حجم البول فالكلام ده ممكن الناس يستعملوا كعقار عشان يبقى يعني diuretic يعني يقدر يعمل يبقى مدر للبول مثلا في بعض الابليكيشن بقى الناس محتاجة تعمل حاجة زي كده بس في بعض الاحيان التانية بيبقى actually بيعمل عرض لبعض الامراض يعني مثلا واحد عنده سكر او لحاجة بتاخد جزء كبير من الجلوكوزة او بتاخد جزء من الجلوكوزة الموجودة عندي في الدم واتطلعوا مع البول المشكلة لو في عندي جلوكوزة في الجزء بتاع النافرونزة ما بيسمحش ان الماء هتعدي فعشان كده منلاقي ان احنا عندنا increase in urine volume للناس اللي عندهم سكر مثلا فناخد بالنا ان ده برضو حاجة من حاجات التقطابة المراضية يعني احنا ممكن نحط مانيتول اللي ادي واحد عيام مانيتول عشان يبقى diuretic انما في الناس اللي عندهم سكر بيبقى الكلام ده بيحصل بشكل يعني نتيجة للمرض اللي عندهم فنبقى واخدين بقى ان ده ممكن يبقى عرض بس في الاخر الكلام ده كله بيتفسر برضو بالفكرة بتاعت ان في عندي موليكوزة ما هياش ما بنسبحش انها تعدي من خلال الممبرين تنتيجة كده بتكريات اوزماتيك براشر وبيحصل فلو عموما للووتر علشان يعني حاول يعاوض الفرق الكنسنتريشن ده لان الووتر بيبقى عادة بيبقى برميابل فهو ده اللي بيحاول يعمل الكلام ده فده يعني واحد من الابليكيشن برضو بتاع الاوزماتيك براشر هناخد املكيشن على كل الكلام نحن كلمنا عليه دوت هناخد املكيشن مهم جدا هو الارتفاشر كدني الارتفاشر كدني بيبقى عندنا باسيكلي الودي فليويد اللي هو البلاد ان كونتكت مع حاجة اسمها الدياليسس فليويد او الايه الجزء بتاع الدياليزيت بتاعنا بيبقى عندي هنا الوليوم بتاع ده في والكونستريشن بتاعه السي هنا بيبقى فيه سي داش وفي داش بيحصل بين الاتنين دول نيت فلو او نيت فلوكس ما فيهوش اصلا سولفن دراج يعني ده بيبقى ثابت وده ثابت في مكان هم اللي تنين ما فيش اي فلو بينهم بس فيه بارتفاشر بحرك من هنا هنا طبعا اللي بيحكم حاجة زي كده لما شفنا قبل كده هو عبارة عن الفيكس فرس لوو فبقى فيه عندنا في الاخر ايكويتشن بتاعي ده هنددنا نحطها ان النيت فلو دوت فلو انسري بتاعنا عبارة عن اوميجا ار تي ده كونسن ده عبارة عن جميلة د دي تايم سي ماينر سي داش فرق الايه بكونسنتراتيشن بتاعنا فاحنا ممكن ناخد بقى الكلام ده ونحطه بشكل مختلف شوية ان انا عندي دلوقتي الجي اس دي عبارة عن ايه عبارة عن اه ممكن نقول ان هي عبارة عن ريت اوف Particles Per Unit Area Per Unit Time لو حبيدي اخليها بس عبارة عن Particles Per Unit Time يبقى معنى كده لازم اضرب الكلام ده في ايه في area والarea بتاعت الكلام ده عبارة عن S يبقى عندي هنا S times Omega RT اللي احنا اكتفان عليها ان احنا بنسميها اللي هو ده Diffusivity بتاعتنا اللي هو D فاللي موجود عندي بقى GS دلوقتي هتبقى عبارة عن DN by DT اللي هي Particles Per Unit Time هتساوي الكلام ده فلو ابدأ خلينا دلوقتي DN by DT على الجنب ده طبعا لازم اخلي الكلام ده ناجاتيف لان انا بتكلم على ان اللي هو الوقتي بيبقى العكس يعني اللي بيحصل هي تغير في ال N ده بتغير في العدد بيبقى ناجاتيف لان انا بفقد مش بزود اوكي فيبقى عندي الاقويتين بالشك ده كده احنا ممكن نحط بقى الكلام ده كله يعني يعني يبقى هو ده constant ففي الاخر عايز اخط الكلام ده كله في ده الاقويت في variable 1 فاقرب حاجة احطها هي ان انا اخد ال N دي واسمها على ال volume volume total volume بتاع البلاد مثلا ويبقى هو ده عبارة عن concentration فلو عملناها كده يبقى عندي DC by DT بتساوي constant minus constant times C minus C dash لو انا حليت differential equation دي هيطلع للحل بتاعها شكله عامل كده C of T بتساوي C of zero minus C dash E to minus T على tau plus C dash C dash ده بيبقى هو concentration بتاع ال dialysis fluid ده اللي بيبقى prepared عليه ده هو بيبقى prepared ان فيه concentration معين بالشكل ده عادة انا انا بكلم مثلا عن metabolitis زي اليورية والحاجات دي كلها بيبقى concentration C dash ده ممكن نفرده ان هو بيساوي zero ناخد بقى نفس المسال هو هو نحطه ارقام بتاعته نحطه كمسال كده الحاجات realistic اللي موجودة عندنا انا بيبقى في ال typical dialysis session هلاقي ان omega rt typical value بتاعيتها بتبقى 15-16 و ال S بتبقى حوالي 2 متر ده يبقى عن surface area بتاعت الفلتر او اللي هو ال whole fiber اللي بستعمله ال volume عبره على 40 liter ناخد بقى نده مش ال volume بتاع ال volume بتاع total fluid الموجودة عندي في الجسم وده حوالي 40 liter هلاقي عندي في الحالات دي ان ال tau بتاعتي اللي هي time constant بتاعه بيبقى 1.1 hours فمعنا كده بنستانتج ان ال dialysis بياخد hours مش بياخد minutes نتيجة ان احنا لازم نخلي number of tau يعني يعدي لازم يخلي على ال 3 tau مثلا عشان نوصل ال 95% او 99% من الميتابولايز يتكون منتشالت فبنتكلم على ان احنا لازم ناخد في اعتبارنا برضو ان ال large molecules are slower وفي نفس الوقت احنا عايزين نفس العملية تكون بطيئة متكونش سريعة علشان ما نعملش cerebral edema ونسبب headache لل patients زي ما كنا بنتكلم من شوية في نوعين برضو من الطرق اللي بنعدي بيها ال dialysis اللي احنا كنا بنكلم عليه ده relative لل blood لو انا تخيلت ان انا عندي دلوقتي الاثنين جايين relative لبعضه ماشيين بزميع يعني هما الاثنين موجودين في 2 compartments كده واحد ماشي في الاتجاه ده والتاني ماشي نفس الاتجاه هو هو بالظبط اوكي وبينهم بعضهم في ميمبريل اوكي فهيلاقي ان انا مثلا عندي مثلا ساي الميتابولايت اللي انا عايزة اشيله وده الانورد فلو بتاع ال dialysis بتاع ال dialysis اوكي ده يبتدي بconcentration عالي وده ب zero هما الاثنين وهم ماشيين مع بعض ده هيتناعي من هنا الهنا هيبتدي يحصل يعني فلو من هنا الهنا النقطة ان انا في اخر الطريق خالص هلاقي ايه هلاقي ان هما الاثنين وصلوا لنقطة هما الاثنين فيها بقى equal يعني اما ال diffusion اللي حصل بينهم ده للاسف موصلش ال الettenة خالص الميتابولايت اللي عندي ده لا ده وصل لهم الاثنين بقى低 بعض فمعنى الده وصل لنص ال concentration ف推د فمعنى الده بداعية ال Depending الص tower هلاقي عندي ما بتيدي بريت عالي جدا Timoperation 小 بس كم فية عندي واحد ماشي من الشمال اليمين واحد ماشي من اليمين للشمال هما الاثنين ماشيين counter current counter current هيحصل فيك الاتي يعني ده في الانورد فلو بابتدي من هنا وانتهي في الآخر خالص في الجزء اللي هنا ده العكس في الثاني ده في الدياليزر في الدياليزيت هيبقى عندي الدياليزيت يخش من هنا concentration بتاعه 0 هنا ويفضل ماشي لغاية لما يطلع يبقى concentration بتاعه هنا لو أنا بسيط اللي هنا ده بيبتدي بconcentration عالي وفي الوقت نفسه ده بيبتدي بconcentration ماطي من هنا كويس اللي بيحصل انه هو يعني ده الفرق الconcentration هنا هيفضل موجود من الاول لغاية الاخر هيبقى منتين من اول لغاية الاخر خاص نتيجة لان أنا عندي يعني هنا مهما انزلت هيفضل في الاخر برضو فيه يعني جزء من الميتابلايتس موجود فيعملي فرق concentration مع الزيرو ده هنا بيزيد وده هنا بيزيد في نفس الوقت يعني هنا ده يعني في الاول خاص ده اعلى حاجة وهنا في الاخر يبقى اعلى حاجة فهيبقى اعلى حاجة مع اعلى حاجة واقل حاجة مع اقل حاجة فمعنى كده ان انا هقدر اوصل هنا بconcentration للميتابلايتس بتاعتي في الاخر اقل من 0.5 يعني ممكن اوصل لحاجة اقل من 0.4 فمعنى كده ان counter current transport هيبقى احسن ومور efficient عن نتيجة لانا هنا بمنتين في counter current بمنتين الدلتا سي بتاعتي هنا بقيمة ثابتة فيهم كلهم مش بخلي القيمة دي تقل مع الوقت طبعا احنا نتكلم على renal directs ده بطفاصيل اكتر شوية بس احنا بناخد بس الconcept الاساسي في المحاضرة دي وفي الجزء بتاع medical equipment ده بنتكلم على kidney dialysis ده بنتكلم عليها كمحاضرة مستقلة في بعض المسائل اللي هي بتدينا بعض الapplications على الحاجات اللي خدناها النهاردة موجودة على الويب سايت اللي بتدي بعد كده بقى ان شاء الله في الجزء اتئاني من physics نبتدي بقى نتكلم على ال atoms وعلى light ونتكلم على ال radiation الكلام على ال x-ray وكلام على الحاجات دي كلها ان شاء الله في المحاضرات اللي جاي شكرا